عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبه؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته رب مسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال في خطبته يوم النحر بميناء في حجة الوداء إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم أرام عليكم كحرمة يومكم كحرمة يومكم هذا وكذا 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 رواه أبو داود وكذا 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 وقال حديث نطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أضفار من نحاس يشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله رواه مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة رواه الترمذي وقال حيث حسن عن عتبان عن عتبان ابن مالك رضي الله عنه في حديث طويل مشهور قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال أين مالك بن الدخشم فقال رجل ذلك منافق لا يحب الله ولا رسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك لا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله متفق عليه عن كعب ابن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة توبته قال قال اللي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك ما أكاد أرى رأسه طولا في السماء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط قلت ما هذا وما هؤلاء قالا لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا إلى دوحة عظيمة لم أردحة قط أعظم منها ولا أحسن قالا لي ارقى فيها فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها فتلقانا رجال شط من خلقهم كأحسن ما أنت رائن وشطر منهم كأقبح ما أنت رائن قالا لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر وإذا هو نهر معترض يجري كأن ماءه المحط في البيض فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إليه قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة قال قالا لي هذه جنة عدن وهذاك منزل فسمى بصري صعودا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء قالا لي هذاك منزل قلت لهما بارك الله فيكما فذراني فأدخله قالا لي أما الآن فلا وأنت داخله قلت لهما فإني رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت قالا لي أما إنا سنخبره أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأذو القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق وأما الرجال والنساء العراه الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزناه والزواني وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجار فإنه آكل الربا وأما الرجل الكريه المرآ الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة وفي رواية البرقاني ولد على الفطرة فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم وفي رواية للبخاري من حديث سامرة بن جندب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني فأخرجاني إلى أرض مقدسة ثم ذكره وقال فانطلقنا إلى نقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارا فإذا ارتفعت ارتفعا حتى كادوا أن يخرجوا وإذا خمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء عراع وفيها حتى أتينا على نهر من دم ولم يشك فيه رجل قائم على وسط النهر وعلى شط النهر رجل وبين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كل ما جاء ليخرج جعل يرمي في فيه بحجر فيرجع كما كان وفيها فاصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا لم أرقط أحسن منها فيها رجل شجوخ وشباب وها الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة وفيها الذي رأيته يشدق رأسه فرجل أعلمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار فيفعل به إلى يوم القيامة والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين وأما هذه الدار فدار الشهداء وأنا جبريل وهذا ميكائيل فارفع رأسك فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب قال ذاك منزلك قلت دعاني أدخل منزلي قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملته أتى منزلك رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتي برجل فقيل له هذا فلان تقطر لحيته خمرا فقال إنا قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به حديث حسن صحيح رواه أبو داود بإسناد على شرط الأخاري ومزم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنًا فقال إن الله جميع يحب الجنة الكبر بطر الحق وغمط الناس رواه مسلم ومعنى بطر الحق أي وغمطهم احتقارهم عن جندب ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله والله لا يغفر الله لفلان فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت له وأحفظت عملك رواه مسلم عن وإلى ابن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك رواه الترمذي وقال حديث حسن عن ابن هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يجب